السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنتكلم عن ايه? خاصية الدمج في عملية الدمج. طب هو احنا اخدنا الدمج قبل كده اه طب انا يعني ايه دمج وليه بستخدم الدمج بس اكتبكر معايا اما يكون عندك ثلاث قرار سواء جمع او ضرب عايز اجيب الناتج بيبقى صعب فبستخدم دمج ان انا بحط قوس حوالين رقمين لتسهيل ايجاد الناتج مش فاهم طب تعال معايا اوج الناتج ما يلي بابسر من طريقة معايا انا كاتب هنا كام اذا مقرر معايا اثنين في خمسة في اربعة. واحد يقولي ثلاث ارقام ايه. ليصعب. قولو لا. بص حبيبي هكتبه هو جميل اثنين في خمسة في اربعة. طب اعملت ايه اميس؟ اه. هعمل قوس. القوس ده هو عملية الدمج. طب انا اخترت الاتنين دول لتسهيل ايجاد الناتج طب اتنين في خمسة بعشرة عشرة في اربعة بكام باربعين يبقى انا بقت سهلا يجي واحدان يقول لي طب انا ماليش مزاج عامل القص هنا اقول له حاضر عامل حسابك بصي لي كده ادي نفس المسألة اتنين في بي خمسة بي اربعة يقول لي بصي بقى يا مز انا لي رغبة عامل اقوس بين الخمسة والاربع اقوس ده معنى دمج يبقى هنا الاولاني كان اتنين بي خمسة فاربع بعشرة هنزل السر اتنين في اتنين باربع حضرتك لاحظت ان هنا الناتج اربعين والناتج اربعين يعني معنى كده ان انا لو جيت قلتلك اتنين في خمسة في اربعة عملت القص هنا بين اتنين والخمسة هي هي بتساوي قد المسألة اتنين في خمسة اربعة وعملت القص بين الخمسة والاربع لان الناتج هنا اربعين والناتج هنا اربعين يبقى عملية الدمج لتسهيل ايجاد الناتج لو لاحظت هتلاقي الارقام نوقفه بنفس الترتيب موضع القص بس هو اللي بتغير تعالي حبيبي ناخد تاني عشان نفهم اكثر دي مسألة كلامية هل هستخدم فيها عملية الدمج اه طبعا طب ليه لان انا بمجرد النظر كده لقيت تلات ارقام اهم طب تعالي نفهمها اقرأ معين اشترط عائشة ثلاث عبوات من زجاجات المياه هدي الثلاث عبوة واحد من ثلاث تحتوي كل عبوة على ثلاث صفوف اه دي صف ودي صف ودي صف من اربع زجاجات كل صف فيه اربعة مع عدد الزجاجات التي اشترطها عائشة انا هشيل ماء واحد يقول لي مس انت جايبة الكلام ده من ايه بص حبيب قلبي انا بنقل من هنا بتساوي انا عندي كام ثلاث عبوات كل عبوة فيها ثلاث صفوف كل صف فيه اربع زجاجات طب انا مش بحط بطر اخترت ارقام خلص هعمل قرص بين الثلاثة طب انا ممكن اختار ثلاثة فاربعة او بس ثلاثة تسعة ودي سهلة جدا يبقى تسعة فاربعة تسعة فاربعة بستة وتلاتين ايه زجاجات يبقى اكتب التمييز زجاجات ارأيك في عملية الدمج عملية زي العسل لو حضرت افعاي تدريبات اكتر تحت الحلقة بسندوق الوصف سيبلك الرابط لحلقة التدريبات والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله